لسا نكملين كلاما عن الاهلي والنهاردة الاهلي طلع بيان بيقرر يعني يقرر انه ينسحب من كاس الرابطة زي ما احنا يعني اشارنا امبارح وانا قلتلكوا رأيي في الموضوع ولكن الاهلي بيقول في البيان ان حتى لعيبة الصغارة لعيبة يعني عندهم ارتباطات سواء في متخبات الشباب والناشئين او مطشاط الناشئين انا رأيي ان الاهلي كان مفروض يلعب بالشباب الصغارة والولادة الصغارة ولكن يعني كل واحد حر هم حرين هم شايفين كل واحد في الاخر بيشتغل لمصلحته اللي هو شايفها ان هي دي مصلحت الفريق انا رأيي ان الاهلي كان لازم يلعب البطولة بالشباب الصغارة كان لازم يلعب ويديهم فرصة وانت قلتلكوا الكلام ده امبارح ولكن لا تعليق عنك على قرار مجلس الادارة طالما ان مجلس الادارة اخذ القرار وشايف ان ده مش في مصلحت النادي من حق كل نادي انه يشتغل او يعمل لمصلحته اللايحة بتقول ايه في الانسحاب مفيش حاجة وطح مفيش حاجة وطح اللايحة مفيش حاجة وطح وهنا برضو الناس برضو لازم ان هي يعني تتعلم من الاول السنة الجاية ان يبقى فيه لايحة اللايحة دي تبقى قوية واللايحة دي تبقى ملزمة للاندية ان هي تشارك في البطولة ويبقى فيه النهاردة ان انت لو في النادي ما شاركش يبقى فيه عقوبات صارمة دي متل غير البطولة البطولة اللي تتعامل من غير لوائح ولوايح وطحة ايه النهاردة حد يقول لي ايه اللوايح بتقول لو نادي نسحب من كسل رابطة مفيش ان هو هيبقى يعني يعتبر مهزوما والفرقة التانية هي اللي اتقاهل مفيش لازم يبقى فيه لايحة واحنا النهاردة جماعة ينعمل بطولة قوية انا انا معجب جدا بفكرة بطولة كسل رابطة لان انا شايفها ان هي فرصة عظيمة لاندية كتيرة ان هي اول حاجة ان هي ان هي تشرك لعبيها بتتصفت تاني اللي بتلعبش بشكل بشكل مستمر في الدوري حاجة تانية ان هي تدي فرصة للشباب الصغيرة واللعيبة الصغيرة ولكن عدم وجود لايحة وعقوبات على الاندية او عدم وجود لايحة ملزمة على الاندية بان هي تشارك في البطولة بيضعف من قيمة البطولة فالنهاردة بقى لازم من اول السنة اللي جاية ان انت تعمل لايحة ملزمة لجميع الاندية ان هي تشارك تشارك في البطولة في البطولة يا اما الغيها يا اما الغيها فأنا شايفها بطولة كويسة جدا جدا وبطولة بتدي فرصة للمدربين ان هما يتفرجوا على اولاد صغيرة وان هما يخشوا في السيستم بتاع الفريل الاول وكل حاجة ولكن لازم يبقى فيه لايحة قوية بتلزم جميع الاندية على المشاركة في البطولة تبقى زيها بالزبط زيها بتقول الكاس مصر ما يبقاش الموضوع ان العقوبة ان الفرقة التانية هي الا تسعد طبعا ممكن انت تيجي الاهل يعمل كده السنة دي صح؟ ممكن على فكرة السنة دي برضو تلانا دي انت يقولك انا كمان مش هلعب ويجي تيجي السنة الجاية يقولك خمس ستة اندية يبقى ايه يقولك انا مش هلعب عارفين ده معناها ايه؟ ده بيضعف من قيمة ربطة اندية الدوري المصري الممتاز بيضعف من قيمتها لان البطولة دي بتمثل ربطة اندية الدوري الممتاز والربطة مهمة جدا ودورها مهمة جدا الربطة احنا مش عايزين نخلي بالكو احنا مش عايزين نرجع سنين لورا مش عايزين نرجع سنين لورا الربطة قامت بأدوار مهمة جدا ولسه منتظرين منها اكتر واحنا عارفين ان هما مقدروش ان هما يغيروا كل حاجة مرة واحدة ولكن بطولة كاس الربطة هي بتمثل بتمثل ربطة اندية الدوري الممتاز فالنهاردة لازم البطولة تقام يعني يكون لها لوائح قوية عشان تتزود من قيمة البطولة لازم النهاردة بقى تزود الجوائز بتاعت ما انت النهاردة لازم تعمل تحفيز للاندية ان هما يشاركوا في البطولة تزود الجوائز تعمل جوائز كويسة قوي للفرقة اللي هتكسب والفرقة في المركز الثاني والمركز الثالث تتأول ثلاث فرق وتحط لها بقى قوانين ولوايح وحاجات كتير وحاجات حاجات كتير عشان تبقى البطولة يبقى لها قيمة كبيرة انا تاني بأكد ان هي بطولة مهمة جدا